في الطائر تركية وبالفرن الصراحة شغل البيت له طعم ولده مختلفة تعالوا نسويه مع بعض نحتاجة ثلاث أكواب طحين ثلاث ملعقة كبيرة حليب بودرة ملعقة كبيرة خميرة ملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة ملح ونخلطها المقادير الجافة نضيف ملعقتين أكبر زيت وكوب ربع ماء دافئ للعجن نعجن ونضيف الماء لنحصل على عجينة طريب هذا الشكل نخلي تخمر تقريبا حول الساعة بعدين نعادل نكورة كورة صغيرة بحجم البيضة من 10 إلى 12 كورة بعدين نفردها فرد رقيق وبيضاوي بهذا الشكل ونحشيها بالحشوات عكاوي بقدون اسمع حبة سودا قشقوان مع كزبرة وحبة سودا ممكن جبن أبيض زعتار أي حشوة تحبون بعدين نخبزها بالفرن استخدمت صاجة داخل الفرن على أعلى حرارة من فوق وتحت مع مروحة وعلى حسب فرنكم بعدين نخبز الفطائر فيها ما تاخذ وقت كثير واستمتع فيها جدا لذيذة وسهلة ورح تستمتعون وانتم تصلحون هالفطائر وانتم عاد بدعوا بالحشوات العجينة مرة بضبوطة ما شاء الله وبصحة وهنا علينا وعليكم